ناقش وزير الدفاع الفرق ركن محسن الداعري مع رئيس هيئة الأركان العامة في المملكة العربية السعودية الفرق أول ركن فياض الرويلي طبيعة الموقف العسكري وتطورة الأوضاع على الساحة اليمنية وتطرق الجانبان في اللقاء المنعقد في مقر وزارة الدفاع السعودية وبحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية الفرق أول ركن مطلق بن سالم الأوزيمع إلى المستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية واعتداءات الماليشة الحوثية على مواقع القوات المسلحة اليمنية بشكل مستمر وذلك في أكثر من جبهة إضافة إلى أعمال القرصنة وتهديد طرق الملاحة الدولية وخطوط الطاقة العالمية وما تشكله من إقلاق للسلم والأمن الدوليين ترجمة نانسي قنقر